نكمل أخبارنا النهاردة حسين الشحات عمل مبادرة جيدة في الساعات اللي فاتت قعد مع أحد المسؤولين في إدارة الكرة بالنادي الأهلي وقال له شكل واضح أنا متمسك بالاستمرار في النادي الأهلي بس عايز تقدير مادي مناسب قال له إنه متمسك جدا بالأهلي بس في السنوات الأخيرة الأمور المالية بالنسبة له ما كانتش أفضل شيء وهو كان متفاهم الأمر ده وكان المستوى مش في أحسن الأحوال ما كانتش يرضي التموح لكن الأمور دلوقتي تحسنت وإنه مش بيطلب الكلام ده على الساحة الحسين الشحات مش بيطلب مش ليا لمسؤول الكرة النهاردة قاله إنه هو مش بيطلب طلبات مستحيلة وإنه بس محتاج التأدير في الجلسة دي قال له قال لمسؤول إدارة الكرة في النادي الأهلي قاله إنه هو عايز يقعد مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عشان يوضح له وجهة نظره إنه هو شاري النادي الأهلي إنه هو مش عايز يسيب النادي الأهلي بس في نفس الوقت عايز تأدير مادي مناسب لبقاءه مع النادي الأهلي حضراتكم معرفين حسين الشحات ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وزي ما قلت لحضراتكم إنبارح لديه عروض قوية جدا وكبيرة جدا من الدوري السعودي اشتركوا في القناة